أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير حالة البلاد الذي استغرق إنجازه حوالي العام وشارك في أعداده ما يزيد عن 700 خبيراً وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ الاستراتيجيات وتراجع مؤسسات الدولة في الأداء وما له من أثار على عملية الإصلاح بعض من الكم الوارد في تقرير بلغت عدد صفحاته 1500 صفحة صفحات شرحت المحاور الاقتصادية والاجتماعية بمجملها وأسست في طياتها لوضع اليد على الوجع وأكدت الحاجة إلى وجود خطط تنفيذية ترتبط بجدول زمني يخدم الوطن والمواطن ويبتعد به عن المخاوف تم مراجعة 126 استراتيجية قطاعية بالإضافة إلى 8 استراتيجيات شاملة الهدف منه هو بمثابة جردة حساب نأمل في حال تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير أن يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعلنة للوزارات والمؤسسات شاملها التقرير مع الوقوف على ما أنجز منها وتشخيص ما لم ينجز وأسبابه عالج قضايا يشكو منها باستمرار كل من مارس العمل المسؤولي في الأردن من أهمها تغير الوزارات السريع تعدد الوزراء على نفس الموقع في مدة زمنية قصيرة الاستراتيجيات وطريقة وضحها وطريقة متابعتها التقرير الذي شارك في إعداده 700 خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية أشار إلى وجود خلل كبير في التنسيق بين الجهات الرسمية مع إجراء مراجعة لأداء السلطة التشريعية وحكم القانون وعدد من الحقول الأخرى علاقات بين الدوائر وغيرها ليست رسمية بالقدر الكافي وليست خضاعة للقوانين والتعليمات التي يجب أن تنفذها وإنما تخضع أيضا كثير من أحيان للمزاج الشخصي وأن الدوائر إذا خرج منها شخص كفء عادة يذهب معه حتى اسم المؤسسة ومع كل ما تقدم يبقى التقرير مطروحا للحوار والرأي العام وسيكون سنويا بحسب القائمين عليه كحجر أساس ستبنى عليه التقارير اللاحقة بأزمة مركبة متعددة المسارب خرج تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مجريات النمو في البلاد تقرير حمل المسئولية لمثقفين وسياسيين وإعلاميين حول مجريات الأحداث بشكل عام مطالبا في ذات السياق بإعادة النظر ونظرة شمولية لكافة المعطيات عبيد ضمور المملكة عمان